أهلا بكم في هذه الساعة الجديدة ضمن تغطية العربية المستمرة لحرب لبنان الثالثة التصعيد في لبنان مستمر بعد أسبوع من غارات غير مسبوقة نبدأ معكم بآخر الأخبار العاجلة فرنسا تدخل على الخط وزير الخارجية الفرنسي الجديد جونويل باغو هو موجود في بيروت والتقى رئيس الوزراء نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وزير الخارجية الفرنسي يقول إن الحل في لبنان هو حل ديبلوماسي وزير الخارجية الفرنسي الجديد جونويل باغو يقوم بزيارة رسمية إلى بيروت وقال إنه ثمت حلول ديبلوماسية في لبنان على الرغم من الضربات الإسرائيلية المكثفة التي تستهدف الضحية الجنوبية لبيروت معقل حزب الله وكذلك مناطق أخرى في الجنوب اللبناني وفي البقاع ووصولا حتى بيروت كذلك إذن وزير الخارجية الفرنسي الجديد يعتقد أنه هناك إمكانية لمنع انزلاق الأمور أكثر وتطبيق القرار الأممي 1701 وقبل قليل كذلك أعلنت ألمانيا أنها أجلت طواقمها الديبلوماسية ومرضى بحالات حرجة من لبنان كما أشارت إلى أنها رفعت مستوى التحذير لمهماتها الديبلوماسية في بيروت رمالة وتل أبيب والآن إلى التطورات الميدانية البارزة لهذا اليوم الهجمات الإسرائيلية آخذت بالتوسع ولم تعد الاستهدافات محدودة كما كانت وفي أول استهداف من نوعه خارج ضحية بيروت الجنوبية نفذت مسيارة إسرائيلية غارة على منطقة الكولا في قلب العاصمة بيروت لأول مرة الغارة استهدفت شقة سكنية في منطقة ذات أغلبية سنية تقع قرب الطريق الذي يربط العاصمة بمطار رفيق الحريري الدولي ثلاثة من أعضاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الداعمة لحزب الله قتلوا في هذه الغارة التي أسفرت كذلك عن هدم جزئي للمبنى المستهدف في العالم كلها زعلاني اللي عم يصير مش بس ببيروت ساكن عم يصير ببيروت ولا بالضاحل ولا بالجنوب ولا بالبقاء ما كلياتنا بلد واحد عرب واحد الشي اللي عم يصير نحنا كنا من السابع الآخر شي تنقصف بيروت يعني خصوصاً الكولا صارت بطال تعرف وين ينضرب صار عم يضرب وين مكان هيدا الفور لا لا مطوقة أنا أساس منطقة آمنة أكيد هون يمنى جبهة حرب هون في عيال فيناز فينسوين في البيض الصغار لا يمتين اللي حنظل هاك الله وحده اللي بيعرف انه خلص الشعب بتاعي الشعب بطل فيه استحميل العالم كلها زعلاني اللي عم يصير مش بس ببيروت ساكن عم يصير ببيروت ولا بالضاحل ولا بالجنوب ولا بالبقاء ما كلياتنا بلد واحد وعرب واحد لا يمتين اللي حنظل هاك الله وحده اللي بيعرف بس نتمنى انه باقي انتهي كل هالشي انه خلص الشعب تعيب نحنا كنا منستمعت اخر شي تنقصف بيروت يعني خصوصا للكولا شي مهول يعني شي لا يوصف شوف المنظر طلع كان بعيد عننا الضرب هلأ صار بقتل تعرف وينضرب يعني كنت نايم ابن صغير هو اللي جفايقني وعا بيبكي والله نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم وخلال ظهوره الأول منذ مقتل أمين عام حزب الله حسن نصر الله أكد على مواصلة الحزب لعمليات إسناد غزة رغم فقدان عدد من القادة وسماحتكم العنوان الأبرز ورغم الاعتداءات على المدنيين في كل لبنان تحت مرأة العالم ورغم التضحيات الكبيرة ومحاولات إرباك ساحتنا بأهلنا ومحبين لن نتزحزح قيد أنملة عن مواقفنا الصادقة والشريفة ستواصل المقاومة الإسلامية مواجهة العدو الإسرائيلي مساندة لغزة وفلسطين ما نقوم به هو الحد الأدنى كجزء من خطة متابعة المعركة بالمقابل وفي تصريحاته بعد مباحثات أجرها مع وزير الخارجية الفرنسية جونويل بارو أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن لبنان مستعد لتنفيذ القرار 1701 وإرسال الجيش إلى الجنوب وتحديدا إلى جنوب نهر الليطاني نحن كلبنان مستعدون على فضيق الـ 1901 ومطورة وخطلاق النار نحن كلبنان لبنان مستعد لإرسال الجيش اللبناني إلى منطقة جنوب الليطاني وأن يكون الجيش اللبناني يكون بمهامه كاملة بالتنسيق مع القوات حفظ السلام الدولية في الجنوب أشير إلى أننا بين اللحظات وأخرى نحن ننتظر خروج وزير الخارجية الفرنسي من بيروت في مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج مشاوراته مع الجانب اللبناني هذه هي الصورة إذن من هناك من بيروت الوزير الفرنسي المعين حديثا في الحكومة الجديدة بات ليلته في بيروت رغم التي تعرضت لأول مرة لقصف من قبل إسرائيل يشدد على أن الحل ما يزال ممكنا عن طريق الدبلوماسية هناك مشاورات وتحركات فرنسية كثيفة من أجل وقف التصعيد الإسرائيلي وهذه المواجهة عند هذا الحد رغم ذلك دائرة الاستهدفات مسأسال تتسع وهناك حشد للدبابات على حدود جنوب لبنان من قبل إسرائيل طبعا مع احتمالية أن يكون هناك توغل بري سننتظر ما سيقوله إذن وزير الخارجي الفرنسي وإذا ستنجح هذه الجهود الفرنسية في منع انزلاق الأمور أكثر في لبنان رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيم ميقاتي أكد كذلك أنه تم الاتفاق مع رئيس البرلمان على أن يكون الرئيس اللبناني المقبل توافقيا وأنه سيتم انتخابه فور وقف إطلاق النار قد لي دولة الرئيس بري أنه فور وقف إطلاق النار سيتم بدعوة مجلس نواب لانتخاب رئيس توافقي وليس رئيس تحدي لأحد فهذا الأمر أيضا أعتقد أنهم الإيجابيات التي يجب أن نستفيد منها بأسرع وقت من أجل استقامة المواضيع واستقامة المؤسسات الدستورية وانتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة جديدة إذن وهذا ما أشرت إليه سابقا يظهر الآن على العاجل مصادر للعربية وأكد أن وزير الخارجية الفرنسي يحمل طرحا فرنسيا وأمريكيا للحل الدبلوماسي في مرات سابقة كانت تدخلت الوساطة الفرنسية من أجل وقف التصعيد منذ الثامن من أكتوبر ولكن هذه الجهود بأت بالفشل في ظل رفض حزب الله لنعلم إذا هذا الأمر سيتغير أملاع العموم بانتظار المؤتمر صحفي لوزير الخارجية الفرنسي من بيروت نبدأ في المتابعة مع زملائنا من رميش في جنوب لبنان تنظم إلينا في هذه الساعة ناهد يوسف ومن حيفا مدير مكتب العربية في فلسطين زياد حلبي مرحبا بكم زياد العلي أبدأ معك في ظل هذه التصريحات الفرنسية التي ربما ترسم أملا بأن لا تنزلق الأمور أكثر هل هناك أي معلومات في إسرائيل حول هذه المبادرة الفرنسية الأمريكية وإذا كانت إسرائيل على استعداد لوقف إطلاق النار في مقابل تسوية ما إسرائيل حاليا صهيب تحاول أن تبدو على الأقل بأنها لا تصغي لمحاولات وقف إطلاق النار وتقول أنها مستمرة في الهجمات والاغتيالات ضد حزب الله في جنوب لبنان في هذه الأوينة لكن هي على الطلاع تام بما يقوم به وزير خارجية فرنسا في بيروت وكذا أيضا ما يريده الأمريكيون الأمريكيون يضغطون يوميا على إسرائيل تجاه عدم الذهاب إلى عملية برية وعدم تعقيد الوضع أكثر والاكتفاء بما تم للبناء عليه لترتيبات أمنية تقفل هذا الملف في المنطقة الشمالية لكن حاليا الحكومة الإسرائيلية الحالية تريد أن على الأقل هي كما تقول في العلن هي تريد الاستمرار بعض الوقت في هذه الهجمات والضربات ربما لتحسين الشروط في نهاية المطاف لأنها تدرك بأن كل الأمور إن كانت على حرب واسعة أو لا ستنتهي إلى نوع من الترتيبات كما كان في 17-01 على فكرة إسرائيل تضغط على الولايات المتحدة الذهاب إلى 15-59 بمعنى إلى نزع السلاح في لبنان وليس فقط إلى انسحاب حزب الله إلى شمال الليطاني نعم نهد لا أعلم إذا كانت لديك أي معلومات إضافية حول ما يقوم به الوزير الفرنسي وزير الخارجي الفرنسي الجديد في بيروت إضافة إلى التطورات الميدانية على الأرض ما رصدته حتى الساعة كذلك يعني سياسيا ما أشرت إليها حول مصادر العربية عن زيارة الموفد الفرنسي أو وزير الخارجية الفرنسية وما يحمله من طرح ليست هناك من تفاصيل أكثر باستثناء التنويه بما ذكره رئيس مجلس النواب نبي بر في حديث للشرق الأوسط بأنه أبلغ الموفد الفرنسي أو الوزير الفرنسي عن ضرورة أو أن الإجماع اللبناني هو على ضرورة وقف إطلاق النار ومن ثم بدأ بتنفيذ القرار الدولي 1701 وكان بر أشعر بأنه على تواصل دائم مع حزب الله وأن المبادرة التي كان طرحها والتي كان وفق عليها نصر الله سابقا لا تزال سارية المفعول وهي التوصل لوقف لإطلاق النار ومن ثم تنفيذ القرار الدولي 1701 وهو الموقف الذي كان أبلغه سابقا للموفد الأمريكي عموس هوكستين على صعيد الميدان يمكن القول بأن الجبهة الجنوبية هدأت لبعض الوقت يعني خفت الغارات الإسرائيلية أو حتى منذ نصف ساعة أو حتى الآن توقفت هذه الغارات الإسرائيلية لا تزال المقاتلات الحربية تحلق على مستويات منخفضة طائرات أيضا المسيرة والتي يمكن في هذه الأثناء أن نراها بالعين المجرد لا تزال أيضا تحلق على علو منخفض في هذه الأثناء بيانات متتالية تصدر عن حزب الله تتعلق بالعمليات التي نفذها والرشقات الصاروخية التي كان أطلقها اليوم تباعا من جنوب لبنان وهو قال بأنه استهدف مستعمرة كابري ومستعمرة جيشر هزيم ومستعمرة ساعر هذا يعني يأتي بالإضافة إلى الإعلانين صباحا عن استهداف مدينة صفد وقاعدة النقورة بصواريخ فادي اثنين أما بقية المستعمرات فتم استهدافها بصليات صاروخية كان هذه كل العمليات التي قام بها حزب الله حتى هذه اللحظة من جنوب لبنان في إشارة أو في تأكيد وترجمة لما قاله أمين عام حزب الله عفوا النائب أمين عام حزب الله نعيم قاسم عندما قال بأن عمليات حزب الله ستستمر وستتواصل وبالفعل يعني اليوم حزب الله يقول بأن كل ما حصل من استهدافات في صفوفه فهو مستمر في هذه الرشقات سمعنا في هذه الأثناء صوتا ولكن غير واضح طبيعته أو مركزه إذن هناك دخان أسود ولكنه بعيد نوعاً بار ليست رشقة هي غارة إسرائيلية يعني هناك دخان أسود هو صوت انفجار صاروخ نعم هذه التلة أين يا ناهد قد تكون بالقرب من بلدة راميا راميا أعتقد أنها بالقرب من بلدة راميا أو راميا أو بيت ليف يعني في هذا الاتجاه تقع هتين البلدتين الحدودي الحدوديتين كنا نقول بأن الهدوء الحذري يخيم على الجبهة نعم وهذه القرى التي نشاهدها على التلال هذه البيوت يا ناهد أتخيل أنها خالية تماماً الآن في هذه المرحلة من كل ساكنها بالفعل هذه البلدات صغيب تم إخلاؤها منذ الأشهر الأولى للحرب قد ربما منذ شهر ثاني أو ثالث لهذه الحرب مع بدء إسرائيل باستهدافاتها داخل البلدات في بداية الحرب صغيب كانت الاستهدافات تكون عادة على أطراف البلدات بعدها تطورت الأمور وباتت تستهدف الأحياء السكنية والمنازل وبالتالي هذه البلدات كلها أصبحت شبه دمار على مساحة خمسة كيلومترات من الحدود صغيب ليست هناك من أبنية سكنية ليست هناك من مزارع إلا وكانت أحرقت يعني سياسة الأرض المحروقة التي تتبعها إسرائيل نفذتها في الأشهر الأولى من هذه الحرب وباتت كل المساحة هذه خمسة كيلومترات إلى الحدود سويت بالأرض تماما وهي لحق بها أكبر نسبة من الأضرار في بداية هذه التطورات خصوصا هذه البلدة احتمالية نهد عذرا على المقاطعة نحن نتابع معك هذه المساحات ينظر إليها بترقب خشية أن تنفذ إسرائيل وعيدها وتجتاحها بريا الآن في المرحلة المقبلة هنا أسألك زياد عن حشد الدبابات الإسرائيلية على الحدود مع جنوب لبنان إلى أين وصل لم تتغير في الساعات الماضية منذ البداية على فكرة هناك الكثير من الدبابات والمجنزرات وضعت على أهبة الاستعداد في المنطقة الحدودية حاليا في إسرائيل هناك نقاش حول هذه العملية إن كانت ذات جدوى حقيقية أم لا أم أنه سيتم الركون أكثر إلى الضربات الجوية لتدمير مواقع حزب الله الحدودية التي تقلق الإسرائيليين لكن على ما يبدو بأن هناك من بين الوزراء من يدفع التجاه العملية البرية حتى لو كانت ربما محدودة ذلك لإقناع الإسرائيليين في نهاية المطاف بأن الجيش الإسرائيلي دخل إلى جنوب لبنان قام بشيء ما وخرج وبالتالي أصبح الأمر آمنا ربما للعودة أكثر لأن الإسرائيليين مسكنون تماما بهاجس السابع من أكتوبر وما حدث على جبة الجنوب مع قطاع غزة يرفضون العودة تحت أي ضرف من الظروف عمليا ويطالبون بمثل هذه العملية وربما هذا ما يميز الجبة الشمالية بالنسبة لنيتانياهو تحديدا عن تلك الجنوبية لا يوجد انقسامات في إسرائيل العكس هو الصحيح المعارضة الإسرائيلية أكثر نزعة للتصعيد حتى من الحكومة نعم طيب وبالعودة عن الدخول إلى الأراضي اللبنانية تقارير تحدثت على أن وحدات من النخبة الإسرائيلية يا زياد دخلت إلى أنفاق حزب الله ما الذي توفر من معلومات حول هذه الأنفاق هل نتحدث عن نفس شبكة أنفاق شبيهة بأنفاق حماس في غزة وما الذي فعلته هذه القوات الإسرائيلية بدخولها إلى هذه الأنفاق إن تأكد الخبر طبعا ليس هناك تأكيدات حول هذا الموضوع وليس هناك تأكيد أبدا بأنها دخلت إلى أنفاق حزب الله عمليا إسرائيل تعرف بأن لدى حزب الله أنفاق هجومية موجودة على انتداد الحدود 80 كم من الحدود فيها الكثير من هذه الأنفاق الموجودة لدى حزب الله هناك ولكن أن تدخل الكوماندوس الإسرائيلي ويدخل الأنفاق لا يبدو الأمر منطقيا ما يبدو منطقيا في بعض الأحيان هو دخول هذه القوات عمليا بدون دبابات بدون ضجيج لجمع معلومات والخروج وربما تعليم بعض الأهداف للقصف من قبل المدفعية أو الطيران الإسرائيلي هذه وحدات استطلاع تفعل ذلك في كل الحروب وليس استثناء ما يحدث الآن نعم أشكركم أشكرا جزيلا على كل هذه التحديثات في هذه الساعة وضمن هذه التنطيع المستمرة إذن ناهد يوسف من أرميش وزياد حلبي من حيفا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام وصف الوضع في لبنان بغير المسبوق في العالم موضحا أنه في ظرف أسبوع واحد نزح نحو مليون شخص من الجنوب والبقاع وقرى لبنانية أخرى أزم غير مسبوقة يمكن بتاريخ النزوح بالعالم بأقل من أسبوع نحن اليوم نحكي تقريبا بأكثر من مليون نازح من القرى الجنوبية والبقاع ومناطق أخرى بلبنان تعرضت للقصف الإسرائيلي وقبل تصريحات الوزير اللبناني قدرت الأمم المتحدة عدد من فروا إلى لبنان باتجاه أو من لبنان باتجاه سوريا هاربا من الغارات الإسرائيلية قدرتهم بنحو مائة ألف وقال مفاوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فليبو جراندي بأن تدفق الفارين لسوريا ما يزال متواصل كما أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن النزوح والوضع المعيشي في لبنان يهددان بانتشار الأوبئة نحن نسيار الأوام المتحدة قدنا نسيار الثلاثة الأوام المتحدة وقامنا بغراضنا يدولون لا لباس ولا شيء وقامنا لنا ننقر فيه حتى نتقوم بأسفارة جميعاً لكن ليس مركزة هناك أولاً كانت هناك هناك أولاً أولاً ما يكون هناك أولاً هناك وضعنا يا أبداً هناك أبداً يجب أن نجح العربية هناك أعدي لا يمكننا أن نعرف هناك أحرامنا حجرنا من شوريا واننا أجرينا نذهب إلى بيروت معنا من هناك مباشرة صحفية إلي الحاج إلي أهلا بك معنا في هذه التغطية أستاذ إلي في ظل هذا الوضع الإنساني الخطير جدا الأسوأ في التاريخ كما وصفه ميقاتي في تاريخ لبنان الحديث موجة نزوحية الأكبر واستمرار توسيع الغارات الإسرائيلية والاستهدفات هناك أمل يلوح بزيارة وزير الخارجية الفرنسي حديث عن مبادرة فرنسية أمريكية لتجنب ما هو أسوأ هل هناك أي معلومات إضافية حول ما طرحه جونويل بارو في بيروت لا نزال في مقبل بداية الطريق نحو إيجاد مسار للتفاوض حتى الآن ما حصل أن الجانب الرسمي اللبناني قد وفق على ما كان رفضه سابقا عندما رضعه عليه الموفد الأمريكي أوكستاين فالآن سوف يحمل هذه النتيجة وهي أنه موفقة لبنان على تطبيق القرارة 701 والتعاهد بتطبيقه بحذفيره ولكن واضح أن الموضوع أكبر بكثير وليس يعني نعم ولكن أستاذ إلي بشكل مباشر تصريحات رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وكذلك نبيه بري تصريحات خاصة للشرق الأوسط هل تؤشر على أنه ثمت هناك اتفاق على تراجع دور حزب الله وأخذ الحكومة لزمام المبادرة الحكومة والبرلمان وانتخاب رئيس جمهورية يعني التوافقي ونشر الجيش اللبناني وراء النهر وراء نهر الليطاني أم لا يعني هذه مبالغة قد تكون ليس لانتخاب رئيس جمهورية في لبنان أي علاقة بموضوع وقف الحرب هذا شأن آخر المسألة الآن ليست متوقفة على أن يوافق لبنان على تطبيق لراءة 701 يعني بالتوازن القوى الحالي للأسف القرار هو نتانياو هل يكتفي بأنه أضعف حزب الله أم يريد القضاء على حزب الله هذه أسئلة يعني أنا ليس لدي وصول نتانياو كأطرحها عليها هو الذي يحدد الآن كيف سيكون المسار إذا كان يريد القضاء على حزب الله فأن حزب الله اليوم بخطاب نائب أمينه العام نعيم قاسم يقدم له خدمة ويسكب ماء في نعورته كما يقال بمعنى أن نتانياو يريد ذريعة لكي يواصل حربه وقد قدمها له نعيم قاسم الآن أعتقد أن الحركة اللبنينية ليست سوى مساهلة عندما يوجد الحل بمعنى أن الحل سوف يتطلب في المستقبل مفوضات أكبر بكثير يعني بين إسرائيل وإيران وليس من خلال الولايات المتحدة الأمريكية طبعا اللبنين سوف يكون مجرد منفذ يعني أنا تعتبر سيد بلي طيب كلامك فيما يتعلق بالإجابة بأن على هذا السؤال ربما تكون عند نتانياو مسألة حتى ما طرح عن نشر الجيش اللبناني في الجنوب يعني لحل هذه الأزمة ومنع زلاق الأمور أكثر كان هناك استهداف أيضا من قبل إسرائيل لجندي لبناني في الجيش اللبناني اليوم فهل هذا يعتبر ردا إسرائيليا أنه يمكن أن يفهم منه دلالة رسالة بأن إسرائيل لا تريد التوقف عند هذا الحد بل هي تريد أن تقضي تماما على حزب الله نعم أعتقد أنه قصة اطلق نار على جندي هذا حادث عردي هناك ألاف الإصابات في لبنان وأن يصاب جندي واحد هذه تقع في الحروب أما أنه يمكن أن يستهدفوا جيش اللبناني حتى الآن لم يحصل أي استهداف لشيء خص الدولة اللبنانية كدولة وإن كان هناك نوع من حصار بري وليس حصارا كاملا إنما بمعنى إشراف عسكري إسرائيلي وخصوصا بالمجال الجوي حيث لم تبقى إلا الميدل إيست وهم يطلعون حتى بالطبيعة الحال على من يسافر ومن يدخل إلى لبنان ولكن لم تستهدف الدولة اللبنانية كمؤسسات ولسيما الجيش اللبناني إن شاء الله لا يحصل ذلك أبدا ولكن نحن في لبنان سوف نكون مطبق الاتفاق عندما يحصل الاتفاق وليس الوضع كما كان عليه بحرب 2006 استطاع الرئيس فعوت السانيورا باتصالاته أن يضع سبعة بنود مع الدول المهتمة والمعنية والمؤثرة في لبنان وأوصلت إلى القرار 1701 الإسرائيليين الآن يقولون أعطيناكم القرار 1701 وفقنا عليه نحن أيضا وكانت فرصة ولكن أنتم الذين أخلنتم بها من خلال الحدود اللبنانية طبعا لأن حزب الله هو الذي اتخذ منفردا قرار الحرب نعم فأعتقد أن مجرد قرار لبنان العودة بالإعلان العودة إلى رغبته في تطبيق القرار 1701 وكانت متأخر للأسف متأخر كثيرا والأمر لم يكن بيده في أي حال وحتى الآن ليس الأمر في يده يجب أن نعرف أيضا ماذا تريد أن تفعل إيران صحيح أنها لم تفعل شيئا حتى الآن ذو قيمة ولكن فلنرى أنهم يهددون دائما على الفور وهناك قوة على الأرض تابعة لهم وإن كانت قوة لبنانية أقصد حزب الله سنرى إلى أين سيريدون الذهاب بهذا الموضوع نعم طيب في رأيك ذكرت قبل قليل أن حزب الله في أول خرجة لنعيم قاسم نائب الأمين العام بعد مقتل حسن نصر وكل هذا التصعيد توعد بالرد وبالاستمرار على نفس النهج طيب دعنا نستمع إلى ما قاله إذن نعيم قاسم وأعود إليك أستاذ إلي رغم فقدان عدد من القادة وسماحتكم العنوان الأبرز ورغم الاعتداءات على المدنيين في كل لبنان تحت مرأة العالم ورغم التضحيات الكبيرة ومحاولات إرباك ساحتنا بأهلنا ومحبين لن نتزحزح قيد أنملة عن مواقفنا الصادقة والشريفة ستواصل المقاومة الإسلامية مواجهة العدو الإسرائيلي مساندة لغزة وفلسطين ما نقوم به هو الحد الأدنى كجزء من خطة متابعة المعركة سيد إلي ما الذي استوقفك في كلمة نعيم قاسم الأولى لجهة ماذا سيحدث الآن هل نحن أمام حرب كبرى قادمة فعلا وإلى متى وكيف وأم سيكون حل ديبلوماسي يجنب لبنان هذا السيناريو أكثر ما يستوقف في كلمة الشيخ نعيم قاسم يعني كلامه كأن شيئا لم يحدث كل شيء يمشي كما كان يعني لو كان الأمين العام السابق حسن نصر الله هو الذي يتحدث على الأقل كان اعترف كما فعله سابقا بأن حزبه تلقى ضربة قوية ولكن أنه وفي مرحلة سابقة وفي الحرب السابقة قال إنه لو كنت أعلم لما كنا يعني ذهبنا في هذا الاتجاه على الأقل كنت أتوقع منه شيئا قليلا من أخذ ما حصل في الأتبار يعني ما حصل هو أن حزب الله تلقى ضربة قوية على عموده الفقري وهو الآن ليس في حالة طبيعية على مستوى القيادة لا أحد من القاعدة العسكرية يستطيع أن يتصل بسهولة ويعرف أن هناك قيادة فعلا تصور أي جيش يفقد الاتصال بقيادته العليا ولا تعود موجودة قيادة هذا الجيش أو لا يعود المقر حتى موجود ولا تعرف من هو المسؤول لأن درجات من القيادة قد أزيلت قد ضربت وغتيلت هذا التصرف سيد إلي تذهبون إلى تحرير القدس أشير إلى أننا كما أسلفت سابقة نحن بانتظار بين لحظة وأخرى خروج المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الفرنسي جونويل بارو بعد إجرائه لسلسلة لقاءات في العاصمة اللبنانية بيروت هو التقى مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وكذلك التقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري كذلك التقى عدد آخر من الشخصيات في المشهد اللبناني الآن حديث نقلا عن مصادر العربية بأن مشاورات بارو في بيروت ركزت على حاجات الجيش اللبناني هذا ما يتسق مع تصريحات ميقاتي الذي قال بأن لبنان جاهز لنشر الجيش اللبناني على الحدود مع إسرائيل في جنوب لبنان سيد إليو هنا أعود إليك ذكرت لي قبل قليل على أنه مصار التوافق بين الفرقاء لانتخاب رئيس ومسألة تطبيق القراءة 1701 هما مساران منفصلان ولكن في تصريحات المسؤولين ميقاتي ومحادثات بري ميقاتي قال بالحرف تحدثنا أيضا عن المسار الرئاسي وضرورة انتخاب رئيس هل تكون هذه الأزمة التي يمر بها لبنان الضارة النافعة لحل جميع القضايا أم لا هذا إفراد في التفاعل ممكن تكون الضارة النافعة ولكن ستكون هذه إساءة إلى حزب الله يعني كأنك تقول أنه بمجرد اغتيال أمينه العام تساهل الأمور وانتخابنا هل يستطيع بري أن يتحمل ظهار المشهد بهذا الشكل لماذا كان يرفض سابقا ما سوف يقبل به الآن سوف يقال له ذلك حتى في أقرب الناس منه هل كل العراقيل كان وراءها حسن نصر الله سيد حسن نصر الله لا لا أعرف ما هو أيضا لم يستهدف فقط حسن نصر الله عدد القيادات المستهدفة حتى الآن كبير جدا يعني كذلك المخزون الأسلحة المستهدف بالغارات الإسرائيلية واسع جدا بمقتضاء الواقعية وتجنيب لبنان ما هو أسوأ ألا يمكن أن يحصل هذا أو يتحمل بري هذه المسؤولية سيد إلي هناك مسؤولية كبيرة على رئيس المجلس ورئيس الحكومة اللبنانية بإخراج لبنان كله من هذه الورطة وأن يضعوا خطة ويتصلوا بكل أنحاء العالم ويعرضوا شيئا حلا مستداما ولا يتركوا السحة لإملاءات نتنياهو التي سوف تأتي عاجلا مآجلا نتنياهو لم يعد يكتفي بالقرارة بسبب من قال أنه سوف موقف صحيح يعني أنه حتى لو كان هناك هذه المبادرة وقبل بها الأفريقاء اللبنانيون يعني ما الذي يضمن أن إسرائيل ستحترمها شكرا جزيلا لك سيد إليل حاج مباشرة إذن إلى بيروت المؤتمر صحفي بدأ إذن جونويل بارو يتحدث قصص زيارتي الأولى الثنائية إلى لبنان صديق فرنسا هذا البلد الهش والذي وجه حربا لم يخترها اليوم في هذه الظروف المأساوية زيارتي لديها هدف ثلاثي أولا توجيه رسالة دعم وتضامن للبنانيين مع تقديم مساعدة إنسانية ملموسة ثم توجيه رسالة تضامن مع مواطنين وهم يثنون أكبر جالية فرنسية في شرق الأوسط وموضع في السفارة وهو مركز ديبلوماسي مهم في المنطقة آخيرا مواصلة جهودنا لوقف العمليات العدائية والتواصل التسوية ديبلوماسي سعود لكل من هذه الهدف ثلاثة أولا قلت جئت لتقديم مساعدة لضحايا المدنيين للجرحة والنازحين إذا التصعيد الذي شاهدنا في الأيام الماضية وصلت إلى اللبنان إلى جانب الطائرة العسكرية بها مركزان صحي يمكن أن يتكفل بألف جريح خطير وعشرة أطنون من المساعدات الطبية أيضا هذه المساعدة تم توزيعها مباشرة إلى المستشفيات اللبنانية مستشفى الحريري وكذلك أوتل ديو وكذلك المنظمات غير الحكومية الإنسانية قمت أيضا بالإفراجا 10 مليون يورو لمساعدة هذه المساعدات لصليب الأحمل المستشفى الحريري للبناني وهذا ينضم إلى 100 ألف يورو التي خصناها من قبل ونوصل أيضا جلب مساعدة القطاع الخاص بعد المؤسسات موجودة معي وكذلك الاتحاد الأوروبي وقد حصلت على عقد بعد نصف الساعة مجلس الوزراء الخارجي الدول 27 لمناقشة مساعدة استثنائية للبنان ثم المنظمات الدولية ثانيا جئت للالتقاء بمواطنين الذين يقيمون في لبنان مع التفكير بشكل خاص في الأسرتين الفرنسية الذين تعرضوا للإصابة في الضربات في هذه الأيام تبدلت الرأي مع ممثليه معبر عن قلقهم واحتياجاتهم الأساسية نعمل بشكل وثيق لتقديم أجوبة لهم وفي الشكل الملح سفرتنا عدت وحدة للاستجابة عبر الهاتف تعمل 24 ساعة في اليوم وطلت أسبوع وجربنا من باريس بوسائل لتعزيز هذا الدعم أذكر برقم هذه الوحدة لإجابة 014001 294 أذكر أيضا بموقع أهل سفارة أمبا فرانس دوت أورغ وكذلك فرانس الليبان إذن ينبغي على مواطنين أن يتصلوا بهذه العنويل الحصولي على الأجوبة الدقيقة والمحدثة سأعمل أيضا حتى يستطيع أولئك الراغبين في الرحيل أن يعثروا على الرحلات والصفارة ستتواصل مع مواطنين في أقرب الأجال حي شجاعة والتفاني موظفي الصفار وكذلك الشبكة التربوية والثقافية الذين يواجهون ظروف صعبة للغاية التقيت بهم وصعيت أيضا لإنشغالتهم ثالثا جئت لمواصلة الجهود الدبلوماسية التي بدأت قبل نحو عام والتي تسارعت قبل بضعة أيام في نيويورك مع تقديم مخترح لوقف إطلاق النار قدمه رئيس الجمهورية ورئيس بايدن وحثوا الطرفين لاغتنام هذه الفرصة هذه المبادرة تم اعتمادها من قبل الاتحاد الأوروبي ألمانيا وإيطاليا وكذلك كندا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر هذه المبادرة لا تزال مطروحة وتظل أمل ولكن الوقت ضيق إذا نحث إسرائيل على وقف أي عملية برية ووقف إطلاق النار وأدعو حزب الله للقيام بالأمر ذاته وكذلك منع القيام بأي عمل يؤدي إلى زعزة الاستقرار الإقليمي أذكر بأن الوضع الراهن يعود لهذه الحركة التي قرر الدخول في السيراء يوم الثامن من أكتوبر وجر لبنان في ذلك وهذا ما عبرنا عن تسافي نائزائه معايير التسوية الدائمة معروفة وهي معروفة منذ وقت طويل لهم يتعلق أخيرا بتنفيذ بشكل تام القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي وهذا يمر عبر وقف للأعمال العدادية عبر طرفي الحدود ونشر كبير للقوات اللبنانية جنوب الليطانية وانسحاب الفاعلين غير الدوليين من منطقة الحدود وتعزيز قدرة قوات الفينير لتنفيذ توفير الممنوح إليها وتسوية النزاع بشأن الحدود البرية لا يسا من كل هذا أمر غير مستحيل لكي يجب توفل إيرادة في الجانبين وإيرادة سياسية نتنتظرها أيضا من القادة اللبنانيين الذين عليهم أن يستعيدوا مؤسسات الدولة لتعمل مع الانتخاب دون تأخير رئيس الجمهورية نحن مساعدون لمساعدتهم عبر مهمة البعثة سيد جويف لدريو ولكن هذا يعود بالأساس إلى القادة السياسية اللبنانية قلت لرئيس الحكومة ميقاتي وكذلك رئيس مجلس النواب بيري بأنه إما أن تفتح المفاوضات ومن غير مسؤول ترك البلد دون رئيس الجمهورية يمكن أن يوحد البلد يمثله هذا الشرط للحفاظ على وحدة اللبنانيين وتعايش فيما بينهم بعد سنوات من الأزمة الاقتصادية وشلل موسيقى هذا قد يتفاقم ويزيد من تفاقم الضغوط والتوتر الداخلي عززنا دعمنا للجيش وهو دعم الأمن الداخلي ووحدة لبنان وعلى الجميع أن يدعموه أيها السادة والسيدات في هذه الظروف المؤلمة تواصل فرنسا كما فعلت دائما الوقوف إلى جانب لبنان ولبنانيين يمكن أن تعاولوا على التزام رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وعلى التزام أنا شخصيا أيضا سأجيب على سؤال باللغة الفرنسية أو على سؤال من الإعلام الفرنسي وسؤال من الإعلام اللبناني إذن نحن نتابع معكم وقائع هذا المؤتمر الصحفي لجونويل بارو وزير الخارجية الفرنسي الجديد الذي وصل إلى بيروت قال إنه جاء لثلاثة أهداف رئيسية رسالة دعم لللبنانيين ومساعدة الضحايا المدنيين ودعم للفرنسيين في لبنان ومواصلة جهود وقف الأعمال العدائية يا سيون اللبنانيين الذين التقيتهم اليوم يدعمون المقترح الفرنسي الأمريكي الذي قدمه لسبوع الماضي رئيس الجمهورية وكذلك الرئيس بايدن وأوضع أن هذا المقترح ليس دعوة لوقف اتلاق النار فقط وإنما هذا مقترح نوقش مع طرفين الصراع وهو المقترح الوحيد الكفيل اليوم بضمان هدنة فورية يعقبها وقف دائم للأعمال العدائية في مباحثاته مع المسؤولين السياسيين اللبنانيين تولد لدي الشعور بالفعل بوجود عزم وتصميم لدعم هذه المبادرة والدفع باتجاهها أما بالنسبة لإسرائيل فلدينا اتصالات يومية سواء كان ذلك في المنطقة أو في باريس مع سلطات البلاد من أجل دعوته كما قد لاغتنام فرصة هذا المقترح ومنع القيام بعملية برية السيد الوزير لدي سؤالان هناك سؤال بشأن الفرنسا ومواطنيها الذين يقتلون في التفجير ثم لماذا لا تدين فرنسا مقتل المدنيين في الضربات الجوية ما هو أسؤاله لما تتحدثون عن موت في تفجيرات تحدث البيان الصحفي الذي صدر عن موت الفرنسيين في تفجيرات تحدثت عن الضربات ولم تحدث عن عمليات القصف خسنًا نتابع معكم هذا المؤتمر الصحفي لوزير الخارجي الفرنسي في بيروت صوت أسئلة الصحفيين لا يصل إلى الميكروفون المباشر ننتظر إجابة الوزير على العموم أهم ما قاله حتى الآن جونويل بارو بأن المبادرة الفرنسية الأمريكية التي طرحها رئيسان ماكرون وبايدن تنص على هدنة فورية يعقوبها وقف دائم لإطلاق النار والتطبيق التام لـ 1701 لأنه اختار أن يدخل في الصراع منذ الثامنة أكتوبر من العام الماضي وجر لبنان وهذا ما قمنا بتنديد به وهو مسؤوليته اليوم لمصلحته ومصلحة لبنان والمنطقة أن يوقف إطلاق النار شكرا جزيلا إذن ينتهي بهذا المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الفرنسي إذن لا معلومات إضافية نفس المبادرة الفرنسية الأمريكية مطروحة كذلك الآن في العاجل وزير الخارجية السعودي الأمير في صفحة فرحان يبحث مع نظيره اللبناني التطورات على الساحة اللبنانية إذن هناك مساعي حثيثة من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار وزير الخارجية الفرنسي جونويل بارو أجرى محادثة في بيروت مع نجيم مقاطي رئيس حكومة تصريف العمال ورئيس المجلس النيابي نبيه بري وتحدث ودعا قبل قليل في المؤتمر الصحفي إسرائيل إلى وقف هجماتها وغاراتها على لبنان ودعا حزب الله أيضا إلى وقف هجماته على إسرائيل بعد دقيقتين من منصافحة أحد الأشخاص تم اغتياله معلومات جديدة تكشفها صحيفة معاريف حول عملية اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله هذه التفاصيل تأتي بعد يوم مما كشفته صحيفة لباريزيان الفرنسية بأن جاسوسا إيرانيا هو من أبلغ إسرائيل بخبر وصول نصر الله إلى الضاحية الجنوبية لبيروت رجل مجهول الهوية يلتقي بقائد حزب الله حسن نصر الله يصافحه ويلطخ يديه بمادة غير معروفة ساعدت إسرائيل في تعقب مكانه دقيقتين فقط بعد عملية المصافحة كانتا كافيتين لتحديد موقع حسن نصر الله رجل التقى بنصر الله صافحه ولطخ يديه بمادة سمحت لإسرائيل بتعقبه واستغرقت إسرائيل دقيقتين لتحديد موقع نصر الله والتأكد من وجوده في مقره بالضاحية الجنوبية هذه التفاصيل الجديدة أوردتها صحيفة معاريف الإسرائيلية مؤكدة أنه في ظرف دقائق معدودة شنت الطائرات الإسرائيلية غارات جوية على المقر وأسقطت ما يقدر بثمانين طن من القنابل على الموقع ما أدى إلى مقتل حسن نصر الله نتيجة الاختناق بفعل تسرب الغازات السامة الناتجة عن القصف أثناء اختبائه في غرفة غير مهوات في المقر ولا يعرف حتى الآن إن كان الرجل الذي صافح حسن نصر الله وفق صحيفة معاريف هو ذاته الجاسوس الإيراني الذي تحدثت عنه صحيفة لوباريسيان الفرنسية العميل الإيراني تمكن من اختراق الدائرة الداخلية لحزب الله وإيصال معلومات دقيقة حول تحركات نصر الله الذي كان في بيروتا يوم الجمعة تعددت السيناريوهات واختلفت الروايات بعد اغتيال إسرائيل لحسن نصر الله وربما تخرج روايات أخرى في قادم الأيام تتحدث عن سيناريوهات بعضها حقيقي وبعضها خيالي يصف واحدة من أكبر عمليات الاغتيال التي تنفذها إسرائيل في تاريخ الصراع في المنطقة معنا من بيروت المختص بالأمن القومي والاستراتيجي العميد المتقاعد يعرب صخر مرحبا بكم معنا سيادة العميد تابعنا قبل قليل مؤتمر صحفيا لوزير الخارجية الفرنسي جونو والبارو في بيروت بعد مشاوراته مع المسؤولين اللبنانيين كبار المسؤولين اللبنانيين طبعا هل تنجح الوساطة الفرنسية في الحؤول دون وقوع الأسوأ وتوغل الدبابات الإسرائيلية وحصول الاجتياح البر الإسرائيلي حياك الله أنا لاحظت أن هذه المبادرة هو تكرار لهذه المبادرة وليس تأكيد ليس هناك جديد صحيح إذ أنها فعل روتيني تذكيري أننا هنا حاضرون المشكلة الأساسية وفيما سبق وليس فقط الآن أن الفرنسي السلطات المبنانية والسلطات ما وراء السلطات المبنانية في الأمر الواقع الذي كان يمثلها حزب الله والذي كان يضغط على كل الدولة كانوا لا يستمعون إلا لحوكشتاين للأمريكي الذي ينطب بلسان أمريكا وإسرائيل هم لا يعيرون أي ولكن سيد العميد ألا ترى معي أن المتغير الآن هو موقف حزب الله يعني عموس هو هوكشتاين والمبادرة كان حزب الله وقتها قالها نصر الله وقتها أنه هي تخدم الإسرائيلي الآن المتغير هو وضعية حزب الله نصر الله لم يعد موجودا قيادات الصف الأول لم تعد موجودة وكل ما يحصل الآن ونحن أمام احتمالية اشتياح بري هل يغير حزب الله من موقفه الآن في ظل هذه الظروف إذا استمعنا لنعيم قاسم نرى أن الموقف ذاته على حاله هو ذاته كما قصرح به وأكد عليه وقاله المرحوم نصر الله لا تزال المكابرة موجودة ولا تزال المثالية بعيدا عن الواقعية هناك متغيرات شديدة وهناك أيام عصيبة وهناك مصاب كبير ولا نلتفق إلى ذلك ولا نتمسكين بهذه المكابرة والتنكر للواقع واتباع العقائدية والمثالية وحتى دون أن أتطرف بالكلام حتى الفرافة إذن هناك متغير شديد ينزبكم أو من صالحكم الآن بعد أن حدث ما حدث أن تسلموا أمركم للدولة أن تحتكموا إلى الدولة في عجالة سيد يعرب هل ترى تصريحاتنا به بري ونجيب ميقاتي تؤشر إلى ذلك هناك أمل في أن تستعيد الدولة اللبنانية زمام المبادرة هذا ما كنت أريد أن أدخل إليه أركان الدولة اللبنانية يا للأسف لا زالوا أسرى الحالة الماضية وكأنهم يعيشون عقدة ستوك هول إذا كنت تعرفها السجان مع السجان يعني الواحد يصير في علاقة نعم أنا أريد أن أدلل على أن رجال الدولة في الماضي الذين كانوا يمتدون الدولة والله سيد يعرب شوف الكلام معك شيق جدا وعقدة ستوك هولم هذه لافتة جدا ربما ستكون لنا فرص أخرى ولكن زملائي يقولون لي أني تجوزت الوقت بكثير الوقت انتهى نلقاك في فرص أخرى في ساعات أخرى في هذه التغطية المستمرة طبعا شكرا جزيلا لك يعرب صخر المختص بالأمن القومي والاستراتيجي كنت معنا من بيروت هذا وعلن الجيش اللبناني عن مقتل عسكري جراء ضربة من مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية لدى مرورها على حاجز في جنوب لبنان بحسب رويترز فإنه أول جندي يقتل منذ بدء إسرائيل شن هذه الغارات واسعة النطاق على لبنان معنا من البقاع في لبنان مراسل العربية محمود شكر ومن بيروت موفدة العربية كريستيان بيسري أبدأ معك كريستيان أنت على ما أعتقد في الكولا في بيروت التي تضرب لأول مرة في هذا الاستهداف الصورة من عندك وجديد التطورات السياسية والميدانية كذلك إن توافرت أهلا بك سهايب حقيقة اليوم يمكن الحديث عن هدوء نسبي في العاصمة بيروت بشكل عام إن كانت ضاحية أو خارجها لم تسجل أي غارات مع العلم بأن طيران الاستطلاع منذ حوالي الساعتين كان يحلق هنا على علو منخفض ولكن عدى ذلك لا يمكن الحديث عن أي استهداف فعلي اليوم في بيروت باستثناء الاستهداف الذي حدث بالأمس لهذا المبنى السكني الذي ترونه على يساري حيث تم استهداف الطابق الخامس فيه إذ كان يتواجد ثلاثة قيادات من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فتم القضاء عليهم وأدى ذلك إلى سقوط مدني في الطابق الرابع وبعدها القوات الأمنية فرضت طوقا أمنيا حول المكان وكان الأهالي بحالة هلع لأنهم لم يكونوا على دراية بأن هذا الطابق المستأجر حديثا استأجره قيادات في جبهة الشعبية لتحرير فلسطين وكانوا يعتقدون بأن هذه الضربات لن تطال مناطقهم أنوه هنا صهيب كما ذكرت أيضا في الخبر بأن هذه المرة الأولى التي تقصف بيروت يعني ليست ضاحية جنوبية حيث ثقل حزب الله وإنما المناطق الأخرى هذه مناطق عمليا لا نريد أن نتحدث طائفيا ولكن ليست لجمهور حزب الله ولكن تسكنها أكثرية سنية هي لنفوذ تيار المستقبل إذا صح التعبير وبالتالي أن يتوسع القصف لينال من مناطق أخرى كان فعلا شيء لافت وسبب هلا عند المواطنين ما أدى إلى إخلاء حتى مناطق أخرى يعني ليست هنا في المحيط بسبب ورود انذارات كاذبة هذا هو اللافت نعم طيب اللافت أيضا كما تفضلت كريسيان أن الاستهدافات باتت الآن ليس فقط حزب الله ليس حماس في لبنان فقط الجماعة الإسلامية أيضا الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هنا أذهب إليك محمود شكر الحديث عن استهدافات لقيادة حماس في لبنان إضافة إلى جديد التطورات الميدانية ما الذي أغارت عليه إسرائيل حتى الساعة في منطقة البقاع اللبناني هل يمكن لي جغرافيا أن أذهب وإن كانت الصورة الآن في البقاع ولكن لأقف معك على خبر الوزاني الذي كنت قد أشرت إليه برويتر لمعلومة بغاية الأهمية وهي نعم وهي إلى أنه كانت مسيرة تغير على دراجة نارية تمر بقرب حاجز الجيش اللبناني في الوزاني الصاروخ الذي سقط على الدراجة النارية أدى إلى سقوط الضحيتين من التابعية السورية الجندي في الجيش اللبناني الذي يقف وراء المحراف على الحاجز أصابته شضية نقل إلى مستشفى النبطية ثم بعد ذلك توفي متأثرا بجروحه لذلك ذهبت معك بهذا التفصيل الدقيق هو الحقيقة تفصيل مهم تفصيل مهم لأنه يربط استهداف الجيش اللبناني ربما بالتصريحات اللبنانية الآن ميقاتي الذي قال أنه لبنان جاهز لإرسال الجيش إلى موراء نهر الليطاني ثم يقتل جندي من الجيش اللبناني فربما بحاجة إلى مزيد من التوضيحات هذا التفصيل الدقيق هو الحقيقي الذي جرى على الحاجز بالضبط المسيرة أطلقت الصاروخ باتجاه الدراجة النارية أشضية هي أصابت الجيش وقت الساعة يكادي أنتهي يا محمود عذر أخبرني رجاء عن آخر التحديثات فيما يتعلق بالغارات الإسرائيلية على البقاع الغارات هي على قدم نوساقو إن كانت خفت من ساعات الصباح حتى ما بعد العصر بعد العصر بدأت مباشرة هنا في البقاع الأوسط وتحديدا عند بلدة تعرف ببلدة نيحة آخر مفرق للبلدة من جهة الشمال الغارة وقعت عن الطريق العام بحوالي 60 إلى 100 متر لماذا؟ لأنه كان هناك تضارب المعلومات أيضا على المستوى الإعلامي إلى أن الجانب الإسرائيلي بدأ بالإغارة على الطرقات بقصد تقطيع أواصل البقاع ولكن الغارة كانت هي على جانب الطريق تحديدا ثم بعد ذلك أغار من جهة الأعلى على البلدة أيضا بمحلة تربطها ببلدة يطلق عليها تمنيين الفوق هي تمنيين التحت تمنيين الفوق ثم أغارة بعد ذلك على صرنبة بمعنى جغرافي هي ثلاثة بلدات متقاربة مع بعضها البعض ثم أغارة بنفس الوقت لربما إلى أن هذا السرب هو ذاته الذي أغار لأننا نتابع بالزمن كيف تكون الأغارات بدأت هنا انتقلت إلى قصرنبة بعد قليل كانت المعلومات تتحدث عن الإغارة إلى شعف مأنى يونين والبزلية أيضا هي أربعة قرى متواصلة مع بعضها البعض جغرافيا ثم أغارة على طريق عينات الأرز وأيضا كان هناك تجاه بستان على جارب الطريق شكرا جزيلا لك محمود كريستيان في آخر دقيقة ماذا لديك لم تبقى معنا إذن كريستيان فقدنا الاتصال معها إذن شكرا جزيلا لكم إذن في ختام هذه الساعة محمود شكر من البقاع كنت معنا وكريستيان بيسري كنت معنا من الكولا في بيروت إذن نذكركم بأبرز الأخبار العجلة التي تابعناها معكم ضمن هذه الساعة من تغطية العربية المستبرنة تابعنا معكم المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الفرنسي الجديد جونويل بارو الذي وصل إلى بيروت بالأمس على متنطائر عسكرية كما قال والتقى كبار المسؤولين اللبنانيين على رسلهم طبعا رئيس حكومة تصريف العمال نجيب ميقاتي ورئيس المجلس النيابي نبيه بري جونويل بارو قال إنه جاء إلى بيروت لثلاثة أهداف رئيسية رسالة دعم للبنانيين وإصال المساعدات قال وصل بعشرة أطنان من المساعدات الطبية كانت على الطائرة العسكرية الفرنسية التي أقلت إضافة إلى تقديم عشرة ملايين يورو كمساعدات للصليب الأحمر اللبناني قال إنه جاء لدعم المواطنين الفرنسيين الموجودين في لبنان وبأن فرنسا جاهزة لإجلاء الرعاية الفرنسيين المقيمين في لبنان الراغبين في المغادرة وطبعا مواصلة الجهود الفرنسية اجهدد على استمرار الوساطة التي طرحها الرئيس الفرنسي والأمريكي لوقف إطلاق النار والتطبيق القرار 1701 التغطية مستمرة على العربية بعد قليل ساعة جديدة مع ندين خماش إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر